بيبدأ المسلسل في مدينة اسمها إستاون واللي بتكون مدينة صغيرة وكل سكانها يعرفوا بعض وفي يوم بنشوف مير المحققة وهي نايمة في بيتها وفي نص الليل بيجي لها تليفون من واحدة جاريتها اسمها بيتي وبتترجعها تروح لها لبيت بسرعة فبتجري مير على هناك وبنلاحظ ان بيتي هي ستة كبيرة وبتقول لمير ان حفدتها كانت بتستحمها وكتشفت ان في شاب كان بيبص عليها من بره فبتفرح مير لما بتعرف ان بيتهم في كاميرات فكن بيتي بتصدمها وبتقول لها ان زوجها كارول مش بيعرف يستخدمهم وبعدها بتبدأ بيتي تتخنق مع كارول فبتوعدهم مير انها تلاقي الشاب ده وبتسيبهم وبتمشي وبترجع مير على مكتبها وهناك بيرحها بالزباط بظابط جديد معاهم واللي بيكون اسمه ترامل وفي الوقت ده بيجي المير استدعاء من رئيسها في الشغل وبيارد عليها فيديو واللي بيكون عبارة عن لقاء صحفي مع ست اسمها دون وبنعرف ان بنت دون واللي بيكون اسمها كيتي مفقودة من اكتر من سنة والقضية دي مسكها مير ولكن لحد دلوقتي ما وصلتش الحاجة ولكن من وقتها دون مش سكت على الموضوع وبتسجل مع كل القنوات عشان تباين تأثير الشرطة فبتبرر مير موقفها وبتقول ان كيتي كانت تجرت مخدرات وعشان كده البحث عنها صعب وده لانها وارد تكون موجودة في اي مكان جوال بلد او برا وبتتفق مع المدير انهم هيتبعوا منشورات جديدة بمكافأة اعلى لاي حد يلاقيها وبنروح لبنت اسمها ايرن واللي بيكون عندها 17 سنة وبنشوفها وهي مع دي جي ابنها وبالرغم من سنها الصغير الا ان ايرن بتبقى واخدى بالها من الطفل وبتحبه وبنعرف انها منفصل عن والده واللي بيكون اسمه ديلن من فترة وبعد شوية بييجي ديلن عشان ياخد الطفل يبات عنده وبتكون بريانا حبيبته الجديدة مستنية في العربية فبتدهي ايرن وبتطلب منه يخلي باله على الطفل وما يسيبوش قاعد مع حبيبته الجديدة لوحده وبعدها بتتخانق بريانا مع ايرن وده لان ايرن بعتت رسالة لديلن من فترة بتفكروا فيها بذكرياته مساوى فبيحاول ديلن ان يوقف الخناء ما بينهم لكنه بيفشل فبتغير ايرن الموضوع وبتتكلم مع ديلن في موضوع العملية وبنعرف ان دي جي عنده مشكلة في السمع ومحتاج عملية ضروري وانهم لو تأخروا في العملية دي ممكن يفقد سمعه تماما فبيتعصب ديلن وبيقولها ان مبلغ 1800 دولار مش سهل وانه لحد دلوقتي مش عارف يوفاره وبنروح لمير ويا في محل البيع مستلزمات الحيوانات وبتطلب من الراجل يجيب لها حض للسلحفة وبنعرف ان مير عندها حفيد صغير اسم دروب والحض عشان السلحفة بتاعته واسناء ما مير بتدور في المحل بيجي لها تليفون من الضابة ترامل بيبلغ فيه عن حدسة سرقة وبتعرف مير تفاصيل الحدسة وده لان الضحية يا صديقة ليها اسمع بيث وبتبقى بيث متأكدة ان العمل كده هو فريدي اخوها وده لانه مدمن مخدراته ما عنده شغل فبتتعاطف مير معها جدا وبتوعيدها انها تلاقيه وفي طريقها ليهم بيتصل بيها فرانك زوجها السابق عشان يتطمن على حفيده وبيكون عايز يقولها حاجة لكن مير بتشوف قدامها فريدي المشتبه فيه فبتقفل معها بسرعة وبتفضل مير تطارد فريدي الحد ما بيدخل بيته وبيستخبه وبتقنعه يفتح عشان تعالج الجرح اللي تصابه وهو بيهرب منها وبنلاحظ ان الزابة ترامل بيبقى قرفان من شكل الدم وده لانه لسه جديد ومش متعود فبتطمنه مير وبتقوله انه هيتعود مع الوقت وفي الوقت ده بيقتنق فريدي وبيفتح لهم الباب فبتقبض عليه مير وبتسأله عن سبب برد الجو في البيت وبيقوله فريدي وهو متأثر ان شركة الغاز قفلت كل وسائل التدفئة وده لانه بقاله مدة كبيرة ما بيدفعش وبنعرف ان القانون بيمنع فصل اجهزة التدفئة في الفترة ما بين نوفمبر ومارس بسبب برد الجو فبتتعاطف مير مع حالته وبتوعده انها هتكلم الشركة وفي الوقت ده بتوصل بيث اخت فريدي واللي بتبقى منهارة بسبب تصرفات اخوها وبنعرف ان فريدي مش اول مرة يعمل كده وانه كل شوية بيسرق مصروف ولادها عشان يشتري بيه مخدرات وبتحاول مير انها تصالحهم على بعض وده لان بيث رفض التحول الموضوع لقضية ومع ذلك بيث بترفض انه يرجع يعيش معها بعد كل اللي حصل فبتروح مير عشان تتكلم معه وبتقوله ان كده قدامه حل من الاتنين يا اما يفضل قاعد في بيته ويموت من البرد يعني يروح يقعد في الملجأ لحد ما الشركة تصلح الاجهزة فبيوافق فريدي على فكرة الملجأ بالرغم من انه مش بيبقى حبيبها وبعدها بترجع مير على بيتها وناك بنشوف دروح حفيدها والدتها هيلين وبنعمها دان هم متجمعين وبتحكي لهم مير عن يومها وبعدها بتعرف منهم بالصدفة ان فرانك طالقها عامل حفلة خطوبته النهاردة فبتدائي مير جدا انه مقلهاش وفي الوقت ده بيوصل فرانك اللي عندهم وبيقولها انه كان بيحاول يتصل بيها وهي اللي مش بترد فبتبريكله مير لكن بيباني انها متضايقة وبنعرف ان مير متضايقة انه اشترى بيت جديد جنب بيتها وده لانها هتبقى مضطرة تشوفه كل يوم وبالليل بتروح مير عشان تتكلم مع بنتها سوبا وبتسألها لو عارفة بالخطوبة ولا لا وبتدائي مير لما بتكتشف ان بنتها عارفة كل حاجة وانها كمان مشاركة في تفاصيل الخطوبة وبنرجع ليرين وبنعرف انها حاليا عايشة مع كيني والدها وبتستأذنه انها تاخد العربية عشان تخرج مع صحابها لكنه بيرفض وبنعرف ان علاقتهم متوهترة بسبب ان هو اللي بيصرف على طفل دي جي بدل ابوه فبتدائي ايرين من والدها وبتاخد العجلة بتاعتها وبتخرج وبتروح ايرين لجيز صديقتها وبتحكي لها انها تعرفت على شابة عن طريق النت وطلب يقابلها فبتدائي صديقتها انهم هيتقابلوا في الغابة وبتقول لها ان ده مكان خطر خصوصا ان بريانا حبيبة زوجها السابق بتصار هناك وممكن تدايقها لكن ايرين بتطمنها وبتبقى شايفة ان بريانا لما تعرف انها ارتبطت هتفرح عشان هتخلص منها وفي الوقت ده بتاخد هيلين احفادها وبيروح له الخطوبة وهناك بتقابل صبان صحابها وبنعرف انهم عبارة عن فرقة موسيقية وبيشتغلوا في الحفلات فبيقضوا كلهم الصهرة طول الليل وهما مبسوطين وفي الوقت ده بتجهز مير هي كمان عشان تخرج وبتبقى شايفهم من الشباك وهما متجمعين وبنلاحظ انها متضايقة وبتعدي مير على لور صدقتها في بيتها عشان تاخدها معيها وهناك بتقابل جون جوزها وولادها راين ومويرة وبعدها بيودعهم جون عشان يروح الخطوبة فبتدايق مير اكتر ان كلهم عارفين ومخبين عليها وبعدها بتقعد تتكلم مع لور صدقتها عن الشابة كيتي اللي اختفت من سنة وبتقول مير ان القضية دي مسبب لها ضغط خصوصا انها متأكدة انهم مهم عملوا مش هيوصلوا لحاجة وبعدها بيتحرك الاتنين سواع النادي وبنكتشف انهم لعبات كرة سلة من زمان وان دي الحاجة اللي بتبسطهم وهناك بيقابلوا دون والدة كيتي وبتفضل مير تشرح لها الوضع وبتحاول تقول لها انهم مش مأسطرين لكن دون بترفض انها تسمع اي حاجة وبتبقى مش قادرة تفكر في حاجة غير بنتها المفقودة وبمجرد ما بيخلص الماتش بتسيبهم مير وبتروح للحانة ناجب بتتعرف على راجل اسمه ريتشارد وبنلاحظ انه معجب بيها وبنعرف ان ريتشارد دكتور جامع وانه لسه جديد في المدينة وبعد شوية بيوصل فرانك وخطبته الجديدة على المكان فبتدى امير وبتطلب انهم يروحوا اي حتة تانية فبياخدها ريتشارد على بيته وبتحصل بينهم علاقة وبيتفق معها ريتشارد انه هيكلمها تاني عشان يخرجوا ويتعاشوا سوا وبنرجع لإيرين اللي بتوصل على الغيبة وهناك بتقابل صحاب قدام ليها وبيسألوا عن احساسها بالامومة في السن الصغير ده فبتشرح لهم إيرين ان الموضوع متعب ومع ذلك هي مبسوطة وبتحب تفلها جدا وبعدها بيوصل لها رسلة من الولد اللي هي راح تقابله وبيقول لها انه مستنيها عند الجسر فبتروح إيرين للجسر وبتلاهي بريانا وصاحبها وقفين هناك وبتكتشف إيرين ان ما فيش شاب معجب بها ولا حاجة وان بريانا وديلين زوجها القديم هم اللي خططوا الكل ده وبعدها بتتلمى عليها بريانا وصحابها وبيضربوها لكن سوبا بتوصل بالصدفة في الوقت المناسب وبتنقذها من إيديهم وفي نفس الوقت بتكون مير في طريقها للبيت وبتلاحز انها بتستغل اي مكان فاضي وبتعلق عليه إعلان المكافأة الخاص بكيتي وبمجرد ما بتوصل لبيتها بتاخد درو حفيدها عشان تنيمه وبيقولها درو انه قرر يسمي السلحفة على اسم والده كيفن فبتتأثر مير جدا وبنعرف ان كيفن ده يبقى ابنها وانه مات منتحر من فترة وتاني يوم الصبح بتسحى مير على تليفون من شغلها بيبلغوها ان في جريمة جديدة حصلت وهي انهم لقوا جزة إيرن مرمية جنب الغابة اللي كانت صهرانا فيها مبارح فبتجري مير على هناك وبتشوف إيرن وهي مرمية على الصخور وبتكون أريانا ومضروبة بالرصاص فبتصل مير بصدقتها لور وبتطلب منها تصحي جون جزها وتبلغوا بسرعة وبنعرف ان جون يبقى ابن عم كيني والد إيرن وعشان كده تبقى مير عايزة يروح لها على بيت كيني عشان يبلغوا سوا بالخبر وبتسبقهم مير على هناك وبتفضل مستنى شوية لحد ما بيجي جون واخو بيلي وبيدخل التلاتة وبيبلغوا كيني بالخبر فبيتصدم كيني وبينهر على بنته وبيقول ان إيرن خرجت مبارح الساعة سبعة ونص بالليل وما رجعتش تاني بعد كده فبتسأله مير لو شاكك في حد معين وبيكون كيني متأكد ان العمل كده هو ديلين حبيبها السابق وده لانهم بيتخنقوا كتير وهو ما كانش عايزة تحتفظ بالطفل وفي الوقت ده بنشوف هيلين وفرانك وسبن وهما واخدين الطفل دروه عشان يروح يقابل والدته وبنعرف ان والدته اسمها كاري وانها كانت محجوزة في مساحة بسبب إدمانها للمخدرات وبتكون كاري ومير متخنقين بسبب حضانة الطفل وبنعرف ان كاري عايزة تعيش مع ابنها لكن مير بتبقى رفضة وده لان دروه هو الحاجة الوحيدة اللي لسه بتفكرها بابنها وبتقولهم كاري انها واكلت محامية وقررت ترفع قضية حضانة عشان تاخد ابنها بالقانون وبنرجع لمير اللي بتبدأ تحقيقها مع ديلين واللي بيقول انه كان في الغبن بارح لكنه بيخب انه شاف إيرن هناك فبتصدمه مير وبتقوله ان في نظر القانون هو الوحيد اللي مشتبه فيه لحد دلوقتي وبالرغم من كده الا انها بتسيبه يمشي لحد ما يلاقه دليل قوي ضده وبعدها بتخرج مير وبتعلن قدام الصحافة عن تفاصيل الواقع وبيتعصب مجموعة من الصحفيين وبيتهموا الشرطة بالتأثير وده لان دي تاني بنت تختفي من المدينة في أقل من سنة فبتسيب مير الشرطة اللي معها يرد عليهم وبترجع بسرعة على مكتبها وهناك بتلاقي محقق جديد مستنيها وبنعرف ان اسمه كولين وانه تنقل من ولاية تانية مخصوصة عشان يساعدها في الجريمة دي وده لانه عنده خبرة جديدة في حل قضية مشابهة قبل كده وبنلاحظ ان مير بتتعامل معه بوقاحة وبتبقى متضايقة انه هيشاركها في القضية وبعد شوية بتعرف الشرطة ان فيه فيديو نزل عن نت القرن وبنعرف ان ده فيديو تسجيلي للحظة الاعتداء عليها من بريانا وصحابها وبنعرف كمان ان صحاب بريانا نزلوه بنفسهم لانهم ما يعرفوش ان ده هيدينهم وبتسلم مير لما بتلاقي بنتها زهرة في الفيديو وبتقلق عليها جدا وبيقبضوا على بريانا لكنها بترفض تقول اي حاجة وبتطلب يجبولها محامي فبتضغط مير عليها عشان تتكلم لكن بريانا بتفضل رفضة وبتقولها انها ست صعبة وعشان كده اكيد ابنها تقب منها وانتحر فبتتأثر مير جدا وبتسكت وفي الوقت ده بيدخل كولين وبيسكتها وبيوصل لمير بوكيوارد من ريتشارد فبتتصل عشان تشكره لكن بتلاقي بيعزمة على حفلة بمناسبة كتابه الجديد وبالرغم من انها مش متحمسة الا انها بتوافق عشان تغير جاو وتعمل حاجة جديدة بقيل عن الشغل وبالليل بتروح مير على بيتها واول حاجة بتعملها هي انها تسأل عن بنتها لكن بتكتشف انها لسه مراجعتش فبتقرر تروح لفرانك طالقها في بيته وبنعرف ان مير رايح عشان تتكلم معاها عند روحها في دهم ودل انه بيعاني مؤخرا من رمشة عين لإرادية وكل شوية بتزيد فبيتفق الاتنين منهم يعرضوا على دكتور وبتقرر مير انها تاخد بكرة الصبح عشان ما تضيعش وقت وبعدها بيغير فرانك الموضوع وبيسألها عن قضية إيرن وبنعرف ان فرانك كان المدرس بتاع زمان وكان دايما حاسس انها بتعاني من مشاكل أسرية في بيتها فبتركز مير في كلامه كويس وبنفهم انها تتحرى عن الموضوع وبعدها بتروح مير عشان تتكلم مع بنتها تحكي لها صبعا عن اللي حصل في الغابة وبتطمنها ان ما لاش علاقة بالموضوع فبتطمن مير وقبل ما تمشي بتقولها انهم لازم يستدعوها في الاسم ودل انها ظهرة في الفيديو وكل حاجة لازم تمشي بشكل قانوني وتاني يوم بتروح مير لدكتورة الأطفال وبتحكي لها عن حالة درو بالتفصيل وبنعرف ان السبب القلق الزايد اللي عند مير وان كيفين ابنها اللي هو والد درو كان بيعاني من نفس الأعراض هو طفل وبعد لما كيبر اكتشفوا انه مصاب بالتوحد الطيفي وتقلبات مزاجية وبتقول مير للدكتورة انها خايفة طفل يبقى ورس الحاجات دي من ابوه وتفقده هو كمان وبنلاحظ ان مير متأثرها لحد دلوقتي بوفاة ابنها بالرغم من ان الموضوع عد عليه حوالي سنتين فبتطمنها الدكتورة لكن بتقول ان ده مش تخصصها عشان كده بتحاولها لدكتورة أعصاب وبعدها بتغير الدكتورة الموضوع وبتارد على مير انها تتابع مع طبيب نفسي عشان تقدر تتجاوز مشكلة وفاة ابنها لكن مير بترفض وبتمشي وتسيبها وبعدها بترجع مير على شغلها وهناك بتلاقي كل المستنيها وبيبقى بيحاول يصلح العلاقة اللي ما بينهم بأي طريقة فبيقولها انه مش جاي ياخد منها القضية ولا حاجة لكنه جاي ساعدها مش اكتر ومن بعدها بترتاح له مير وبيقرروا انهم يتعاونوا ومن الوقت ده بيبدأ الاتنين تحقيق مع كل اللي كانوا في الغابة اليوم ده وبيقولوا كلهم ان ايرين جات حوالي الساعة عشرة ومن بعد نص الليل ما شافهاش تاني وبعدها بيحققه مع جيز صديقتها واللي بتبقى منهارة لكن بتقول انها ما تعرفش حاجة عنها من بعد ما سابتها ونزلت وبعدها بيحقق كلين معصوبا وبتحكي له كل حاجة حصلت بالتفصيل وبتكون ندمانة انها ما اصرتش توصل ايرين لبيتها فبيوسيها كلين وبيقولها ان دي مش غلطتها وبيوعدها انهم هيمسكوا العمل كده قريب وبعدها بيجمع كلين ومير كل اللي وصلوله وبيقرروا انهم يتصلوا بشركة المحمول عشان يجيبوا سجل لمكالمتها لكن مير بتبقى عارفة ان الموضوع ده بياخد وقت وبتروح مير من شغلها عشان تستعد لحفلة ريتشارد وفي طريقة الهناك بتكتشف ان والد بريانا مستنيها قدام البيت وبيلومها انها قبضت على بنته بالرغم من الصداقة اللي ما بينهم فبتتجهل وميره وبتروح على الحفلة وهناك بتفضل قاعدة شوية لحد ما بتلاقي ريتشارد مشغول مع ضيوفه فبتدقوا بتمشي لكن ريتشارد بيلحقها على اخر لحظة وبيصالحها وبنروح لكيني اللي بيستغل نبيلي نايم وبينزل من البيت من غير ما حد يشوفه وبعدها يستخبف عربيت ديلان وبيهدده بالمسدس اللي معاه انه لو ما رحش به مع الطريق الرئيسة هيقتله فبيسوق ديلان اللي هناك وهو مرعوب بعدها بيكبره كيني انه ينزل من العربية ويتحرك قدامه فبيخاف ديلان وبيجرب سرعة لكن كيني بيبقى اسرع منه وبيضربه بالنار وبنروح لمير اللي بتكون قاعدة في بيتها واسناء ما هي بتشتغل بترمي طوبة على الازاز اللي فوقيها وبتكتشف انها من والد بريانا واللي بيبقى لسه حزينة على بنته واللي حصل لها وبعدها بتلاقي مير جوابات البريد وبتعرف منها ان كاري رفعت قضية الحضانة عشان تاخد منها الطفل فبتتوتر مير جدا ومش بتعرف تتصرف وفي الوقت ده بنشوف جيس وهي بتصرح والدتها ان ايرين قبل ما تموت اعترف طلاب سر وبنعرف ان السر ده هو ان ديلان مش والد الطفل الحقيقي فبتاخدها والدتها وبتروح لدور في بيتها وبيحكولها اللي حصل وبتستغرب دور انهم رحولها هي وبتقولهم ان الخبر ده لازم يقولول الشرطة مش لها هي فبتقولها جيس انها مش عارفة مين والد الطفل الحقيقي لكن شكنوا فرانكو عشان كده مش عارفة تعمل ايه وتاني يوم بتظهر نتيجة الطب الشرعي واللي بيقول ان ايرين ما تعرضتش لأي اعتداء جنسي لكن بنكتشف انها تصاب البورسستين منهم واحدة طيارة صبعة فبتستغرب مير ان ما فيش اي اثار اعتداء ومع ذلك الاوة عريانا وبتخمن هي وكولن ان العمل كده فيها كان قصد يخليهم يشكوا انها حدست اختصاب عادية وبيستغرب كولن من كلام الطبيب الشرعي وهي انها تقتلت ما بين الساعة 12 والساعة 2 لان ده الوقت اللي الشباب كانوا صهرانين فيه في الغابة ومع ذلك ما حد استمع صدر بالنار فبتخمن مير انها تقتلت في مكان تاني وحد جاب الجسل هنا وبعدها بنعرف ان عجلة ايرين مفقودة من ساعتها وبيخمنوا ان اللي قتلها خبل عجل عشان يخفي اخر قصر ليها وفي نفس الوقت بنشوف جون وبيلي وهما بيدوروا على كيني لحد ما بيلاقوه نايم في نص الطريق وبيقولهم انه قتل ديلين وخد حق بنته وبيروح كيني للشرطة عشان يسلم نفسه لكن مير بتصدمه وبتقوله ان ديلين لسه عايش وبنعرف من الدكتور المسؤول عن حالة ديلين ان حالته خطيرة واحتمال كبير يتصب بالشلل الدايم وده لان رصاصة صابته في عموده الفقري وبالليل بنشوف مير وهي قاعدة مع والدتها وبيتخانق الاتنين في مشكلة كاري وده لان هيلين بتبقى شايفة ان كاري هي الامة وهي الاحق بالحضانة وبتكون مير متأثرة بالموضوع وخايفة تفقد حفيدها وعشان كده بترفض تماما انها تتخلى عنه وفي الوقت ده بتوصل لورل عندهم وبتحكي المير عن كل اللي عرفته من جيس فبتتصدم مير وبتجرب سرعة على بيت فرانك عشان تواجهه بالحقيقة لكن فرانك بينكر كل ده وبيقولهم ان كل علاقته بإيرين تتلخص في انها كانت بتطلب منه مساعدات مالية بصفة المدرس بتاعها وده لانها ما كانتش قادر تصرف على الطفل فبتقوله مير ان الموضوع لازم يمشي قانوني وبالتالي هو هيغضع لتحليل الحمد النووي وبعدها بتجري مير على المستشفى وهناك بتقابل أسر ديلين وبتقولهم عن اللي عرفته وان كولين احتمال ما يكونش هو والد الطفل فأهله بيوعدوها انهم هيفتحوا ديلين بمجرد ما يفوق عشان يقنعوا يعمل التحليل وفي الوقت ده بنشوف كولين هو بيحقق مع فرانك وبياخده منه العينة وبالرغم من ان مير بتكون في المكتب في الوقت ده الا انها بتتجنب الكلام معهم وبتدخل تقعد لوحدها وبعدها بشوية بيوصل سجل لمكالمات إيرين وبنعرف ان اخر حد كلمته هو شخص اسمه مارك فبيجري الاتنين اللي عنده في الكنيسة وهناك بيتفاجئ من طريقته الهادية في الكلام وبيقولهم انه كان يعرف إيرين وكان بيتصل بها كتير عشان يطمن عليها ولكن ما كانش فيه بينهم حاجة وبتبدأ مير انها تشكي فيه خصوصا انه ما راحش بلغهم بنفسه انه كلمها اليوم ده وبيقولهم مارك ان إيرين كلمته اليوم ده وهي بتعايت وما كانش فيه من الموضوع كويس لكن كان باين انها مضايقة جدا وبالليل بنشوف مير وهي بتجهز للخروج وبعدها بيجي ريتشارد عشان ياخدها وبنلاحظ ان هيلين بتكون مبسوطة جدا ان اخيرا بنتها قدرت تتجاوز محنتها وتتعرف على شخص جديد وبيخرج لتنين سوا بتبدأ مير تحكيله عن نفسها وعن أولادها وحفيدها وبتقوله انها حاليا مش عارفة تفكر في حاجة غير قضية إيرين ومشكلة حفيدها وبعدها بيبدأ ريتشارد وكمان يتكلم عن نفسه وبنعرف ان زوجته خدت ابنهم لما كان طفل ومشيت وده لانها كانت شايفة ان ريتشارد مش يعرف يكون قب كويس لكن ريتشارد بيقوله انه حاليا ابنه كبر وعلاقتهم اتحسنت وبينصحها ريتشارد انها تروح لكاري وتتكلم معها بمنطقة الصراحة وتقولها انها عايزة تحتفظ بالطفل وتاني يوم بيلاقي مجموعة اطفال صبع إيرين مرمي في مكان بعيد فبتتحرى الشرطة عن المكان وبيلاقه قصار بيعرفوا من خلالها ان إيرين كانت موجودة فوق الجسر اللي في المكان ده فبتستنتج مير ان ده موقع الجريمة وانها تقتلت هنا وبعدين حد ودها للغابة وبيستعينوا بأشتر الكلاب اللي في المدينة وبيفضلوا يشيموا في المكان لحد ما بيقفوا عند مكان معين فبتفتش مير في المكان وبتلاقي أصروا صصة على الشجرة فتفهم ان شكوكها في محلها وان إيرين اتقتلت هنا فعلا وبنروح لديلين اللي بيفوق من الغيبوبة وبيبارك له الدكتور انه بالرغم من الإصابة الخطيرة إلا انها ما سابتش أي أثر في جسمه وفي نص الليل بيجي المير اتصال من بيتسي بتبلغها فيه ان جارهم المريض النفسي بيفضل يدايقها ويجتمع على صور البيت وبنلاحظ ان مير بدأت تدايق من إزعاجهم خصوصا انها شايفة المشاكل دي تافة وما تستهلش نومي صحوها كل يوم فبيعرض عليها كارول انهم يفتحوا تسجيلات الكاميرا ويشوفوا هو فعلا اللي عمل كده ولا لا لكن مير بتسبقهم وبمجرد ما بتلاقي ان جارهم هو اللي عمل كده فعلا بتمسح التسجيل عشان تريح دماغها وبعدها بتقرر مير انها تسمع بنصيحة ريتشارد وعشان كده بتروح تزور كاري وبتقول لها انها مش هتقدر تتخلى عند رومها ما حصل وبتتحدها مير وبتقول لها انها تقول القاضي ان هي أم مدمنة ومش مؤهلة للتربية وبنلاحظ ان كاري تدايقت جدا وعشان تغيز مير بتقول لها ان ابنها كان ليه حق ينتحر ويسيبها وبيفضل لاتنين يتخلقوا سوا ومش بيوصلوا الحل وبعدها بترجع مير لشغلها وهناك بتفضل هي وكولين يشتغلوا على القضية وبيخمنوا ان يمكن يكون كيني هو اللي قتل بنته لكن مير بتستبد الاحتمال ده ودلقنه لو كان قتالها فعلا كان اعترف على نفسه زي ما عمل بعد ما درب ديلن بروسوس فبيقترح كولين ان القاتل هو بريانا فبترد عليه مير وبتقوله انها اكيد مش هتقدر تسحب الجثة لوحدها طول المسافة دي وبيفضلوا يفكروا كتير لكنهم مش بيوصلوا لحاجة وقبل ما تمشي مير من المكتب بتتسحب ناحية المغزن ومن هناك بتسرق مخدرات لكن مش بنفهم هيها تعمل بها ايه وفي الوقت ده بنشوف سوبانو وبنعرف انها لحد دلوقتي متأثرة بحدث تنتحر اخوها وبسبب انها مش لاقي حد تتكلم معه في الموضوع بتفضل تسجل فيديوهات وبتحكي فيها عن كل اللي حصل وبالليل بنشوف مير وهي صهرانة في الحينة فبيقابلها كولين والاول مرة بيتكلمه بشكل غير رسمي وبيحكي لها عن نفسه وبتبقى حبيبته سابيته قبل الفرح باسبوعين وعشان كده هو من وقتها متأثر فبتحكي له مير هي كمان عن نفسها وانها من وقت وفاة ابنها وتاني يوم بتسحى مير من نمع على مديرها في الشغل وهو بيخبط عليها الباب وبنعرف ان مير كانت قصدة تسرق المخدرات وحطتها الكاري في العجلة بتاعتها عشان يتقبض عليها وتثبت انها غير مؤهلة للأمومة وبيكون رئيسها عارف كل حاجة وبيقولها ان كاري فعلا تقبض عليها لكنه لما شاف المخدرات اللي معاها عارف من شكل التغليف انها تسرقت من المخزن اللي عندهم واللي بيحتفظوا فيه بأي أدلة يمسكوها مع المتهمين وبيكتف الرئيس بانه يوقف مير عن العمل وبياخد منها الشارة والسلاح وبيقولها لو عايزة ترجع الشغل من تاني لازم تروح تتكلم مع طبيب نفس الاول فبتجري مير على صداقتها لور وبتحكي لها كل اللي حصل وبنعرف انهم صحاب من زمان ومش بيخبوا عن بعض اي حاجة فبتشجع لور انها تروح تتكلم مع الدكتور النفسي ودل انها قفل على موضوع ابنها ولسه مش قادرة تتعامل معاه فبتتأثر مير بكلامها وبتوافق وبنروح لكلين اللي بيوصل مكتبه وبيتفاجئ بمحاقق جديد اسمه هاوسر وبيقوله الرئيس ان مير ميشي وهاوسر هو لا يمسك مع القضية فبيتدق كلين جدا ومع ذلك مش بيقدر يبين وبيقولهم الرئيس ان نتيكت الحمد النووي ظهرت وعرفوا ان فرانك ودلين ولا واحد فيهم هو والد الطفل فبيتفاجئ المحاققين جدا وبيفهمهم ان كده القضية خدت مصار تاني وبمجرد ما بيعرف دلين بالحياة بيتدايق وبتتغير معاملته مع الطفل فبتتخاني مع والدته ودل انها شايفة ان الطفل ملوش زنب في كل اللي بيحصل وفي النهاية هو مجرد ضحية مش اكتر وفي الوقت ده بنشوف دون وهي قعدة في بيتها مع حفدتها الصغيرة وبنعرف ان الطفلة دي هي بنت كاتي الشابة اللي اختفت من سنة واسناء ما هما بيلعبوا بيجي لدون اتصال من شخص غريب وبيبلغها ان كاتي معاه ومش هيرجعها الا لما تدي خمسالاف دولار فبتفرح الدون جدا لما بتلاقي كاتي ومع ذلك مش بتعرف هتوفر المبلغ ده ازاي وتاني يوم بتروح مير لدكتورة نفسية اسمها جرام وبنلاحظ ان مير فقدة الامل في العلاج وبتقوله الدكتورة انها زرت قبل كده طبيب نفسي مع زوجها ومع ذلك مقدرش يعملهم حاجة واتطلقوا فبقمنها الدكتورة وبتطلب منها تدي لها فرصة سعيدها مش اكتر وفي الوقت ده بنشوف كولين وهو رايح يقابل مارك وبنعرف ان كولين يتحرق عن ماضي مارك وعرف انه تنقل من كنيسة تانية وده لانهم اتهموا بالتحرش الجنسي ببنته مراقة وبيتوتر مارك جدا وبيقول ان الكنيسة بنبهها عليه ما يجيبش سرط الموضوع ده تاني ومن الوقت ده بيشوك كولين ان مارك كان على علاقة بإيرين تمال كبير يكون هو اللي قتلها وفي الوقت ده بتكون كاري قدرت تقنع مير انها تاخد الطفل يبات عندها ليلة واحدة وبتكون كاري فرحانة جدا بابنها وبتعمله كل اللي هو عايزه وبنرجع لمير وهي قاعدة في بيتها وبالرغم من انها ثابت القضية الا انها بتفضل مهتمة توصل للحقيقة وبتفتح صفحة الشخصية الخاصة بإيرين على موقع التواصل الاجتماعي يمكن توصل منها لأي دليل وبيجي قدامها فيديو لإيرين بتقول في انها خايفة تكون أم مش كويسة فبتفتكر مير ذكرياتها من ابنها كيفن وبنعرف ان كيفن وكاري كانوا مدمونين مخدرات وكانوا دايما بيحبسوا مير وبيسرقوها وبنلاحظ ان مير كانت بتعني معاهم وبالرغم من كل السنين اللي عدت الا انها مش قادر تنسى كره ابنها ليها وبتفوق مير من ذكرياتها على كاري وهي بتخبط الباب وبنعرف ان درو مقدرش يبط عندها وده لانه مش متعودة على المكان فبترجعوا كاري للبيت وهي متأثرة وبتطلب من مير تسيبها في حالها وده لانها بتحاول تغير بجد وبالليل بتعرف مير من الاخبار بفيه بنت تانية اسمها ميسي اختفت من المدينة فبتقرر مير انها تزور كولين في بيته عشان يتناقش اسواف اللي بيحصل وبيشك كولين ان قضيت ميسي وكيتي لهم علاقة ببعض وده لان الاتنين كانوا بيشتغلوا فتيات ليل فبتقطعوا مير وبتقولوا ان وارد ان ايرن هي كمان تكون اشتغلت في الموضوع ده عشان توفر ثمن عملية ابنها وبيقرر الاتنين انهم يروحوا لجيس صديقة ايرن في بيتها عشان يتكلموا معيها وبتعترف لهم جيس ان ايرن كانت عاملة لها حساب على موقع للتعاور وكانت عايزة تستخدمه عشان تدخل في علاقات مع رجالة وتجمع فلوس لعملية ابنها فبياخد مير وكولين منها رقم الحساب وبيمشوا وبمجرد ما بيخرجوا من البيت بتقول مير انها نسيت تليفونها وبتطلع تانية عند جيس لكن بدنا اكتشف انها كدابة وانها عملت كده عشان تسأل جيس عن المكان اللي بتحتفظ فيه ايرن بمذاكراتها ومتعلقتها الشخصية وبتقول جيس انها بتحتفظ بيهم في الدولاب فبتنزل مير من عندها وبتخبي على كولين اللي عرفته وبعدها بتواجه مير كلامها لكولين وبتقوله انه لازم يتحرع عن كل الرجالة اللي رسلوا ايرن عن طريق الموقع وطلب انهم يقابلوها وده لان القاتل ورد يكون واحد فيهم وبعدها بتسيبوا مير وبتروح تفاتش في بيت ايرن هيك بتلاقي سلسلة مكتوبة عليها تاريخ فبتحتفظ مير بالسلسلة وبتقرر انها تدور على حكايتها وبنروح لدون اللي بيجي لها اتصال من الرجل اللي خطف ابنها وبيبلغها انه هيستنىها في نص الليلة عشان تجيب له الفلوس ويرجع لها بنتها وبعدها بنشوف دون وهي بتجهز له المبلغ وبتطلب من بيث انها تفضل قعدة محفيدتها لحد ما هي ترجع من برا وبتقنع ان عندها شفت مسائي هتخلص وترجع على طول فبتصدقها بيث وبتسيبها تروح وبتوصل دون على المكان اللي وصفه لها الراجل وهناك تتفاجئ بواحد جاي من ظهرها وبيضربها وبعدها بيسرق الشنطة وبينط من فوق الصور لكن بمجرد ما بيفتح الشنطة بيكتشف ان الفلوس مزورة وبتبقى دون قدرت انها تشوف وشه وبتعرف ان فريدي اخو بث فبيعتذر لها انه عمل فيها كده وبيهرب بسرعة فبترجع دون لبيتها ويا محبطة وبالرغم من كل اللي حصل اللي انها بترفض تحكي البث اي حاجة وبتقول لها انها وقت في الشارع مش اكتر وفي الوقت ده بنشوف الراجل اللي خطف ميسي وهو واخدها القوضة وبيحبسها بتفضل ميسي تسرخ لحد ما بتشوف بنت تانية جنبها نكتشف ان دي كيتي وانها محبوسة هنا من يوم ما تخطفت وبالليل بنشوف مير وهي قاعدة في بيتها وفجأة بيقطع نور من المدينة كلها فبيجي فرانك عشان يتطمن عليهم وبيبقى جايب لهم معاك الشفات وده الاندرو بيخاف من الضلمة وفي الوقت ده بتروح مير تدور عالصلحيفة عشان ترجع للسندوق وبتشوف قدامها الفيديو اللي سوبان عملها لاخوها فبتتأثر مير جدا وبترجع تفكر في ابنها من تاني وبنروح لفرانك اللي بيقرر يستغل الفرصة وبيعتذر لسوبان انهم اثروا معاها طول السنين اللي فاتت وبيقول لها انهم كانوا مصدومين من موت كيفن وما حدش حتى فكر يتطمن عليه فبتطمنوا سوبان وبتقولوا انها مش زعلانة وتاني يوم بتقرر مير انها تروح للدكتورة من تاني وهناك بتبدأ مير تحكي عن نفسها وبنعرف ان والدها كان مريض اكتئاب ومات منتحر عشان كده بتكون مير خايفة ان حفيدها هو كمان يورس الجينات دي ويبقى مريض نفسي وبالليل بتتجمع مير مع لور وجون وبيلي وبنعرف ان جون ولور زاروا كيني في السجن وطلب منهم انهم يتبنوا دي جي عشان ما يترباش بعيد عن العيلة وبتقول لور انها بدأت تفكر فعلا في الموضوع بس لسه يشوفوا محامي وفي وسط الكلام بتعرف مير بالصدفة ان بيلي كان قريب من ايرن وانها قعدت معه فترة في الكوخ بتاعه فبتسألهم مير دا حصل امتى بصدق وبنعرف ان بعد وفاة والدة ايرن عملوا تجمع عائلي كلهم عشان يوسوا ايرن ووالدها وفي الفترة دي ايرن قعدت معه في الكوخ بتاعه فترة وبعدها بتوتر بيلي وبيسأز انه يمشي فبتحس مير ان فيه حاجة غلط وبنعرف انها هتمشي ورا الموضوع وبنروح لبريانا وهي بتزور ديلن في بيته وبتقرر انها تواجه بالحقيقة اللي هي عرفها وبنعرف ان ديلن يوم الحادثة كان بيت معها لكنها صحت في نص الليل ملقتوش وبتكون بريانا شكا ان هو اللي قتل ايرن لكن ديلن بينكر وبيقولها انه ما عملش حاجة وفي الوقت دا بنشوف ميسي وهي قعدة في القب وبنلاحظ انها بتمر بأعراض لانسحاب من المخدرات وبتكون كيتي قعدة جنبها بتشرح لها اللي بيحصل هنا من يوم ما جت وبتبقى كيتي محبوسة في المكان دا بقى لها سنة وبنعرف ان كان معها بنت تانية لكن في مرة وبعدما الراجل دا عارف انها حامل منه خدها ومن يومها ما راجعتش تاني وبتقول كيتي ان كل فترة بيجوله ديوف وفي اليوم دا لازم يكتفها عشان ما تعملش اي صوت وفعلا بعدها بيدخل عليهم الراجل وبيكتفهم وبنفها منه صحابه جايين دلوقتي يصاروا معاه وبعدها بنشوف مير وهي راح تقابل صديقة قديمة لها واللي بيكون اسمها تام وبنعرف ان تام صاحبة مالها ليلي وعندها بنات كتير بتشتغل فتاة ليل فبتسألها مير لو حد من البنات اللي عندها تعرض قبل كده للضرب او لأي حاجة غريبة من راجل زبون فبتوعدها تام انها تسألهم وترد عليها وبنروح لراين وهو في المدرسة وبيشوف قدامه ولده وبيتنمر على أخته فبيجري راين وبيضربه بشكل عنيف لحد ما بيوصل للمدرسين وبيوقفوا الخناقة وبعد شوية بتوصل لور لعنده وبتبقى مستغربة ان سلوك بنها تغير وبقى عنيف فبتسأله لو في حاجة حصلت مدايقات وبنعرف ان لور شافت جون من كم يوم هو بيتكلم مع ران بصوت واطي وبيطلب منهم انهم يخلوا الموضوع ده سر بينهم تسأله لور عن السر ده وفي الوقت ده بينهار الطفل وبيجري فبتستنتج لور ان جون رجع يخونها من تاني وكان بيخونها زمان مع واحدة اسمها سندرا فبتخمن انه رجع يخونها مع نفس السيد وبليل بتواجه جون باللي عرفته فبيقرر انه يسيب البيت ويروح يقعد عند والده لحد ما اللور تهدى وتسامحه وبنروح لمير وبنعرف ان كولين طلب منها انهم يخرجوا سوا وبيبقى معجب بيها فبتوافق مير انها تخرج معاه وبنعرف انها عمله كده بس عشان تعرف منه اخر اخبار القضية فبيتدايق كولين جدا وبيتهمها بالانانية وبيتخنقه في الوقت ده بنشوف جيس ويراجب العربية مع ديلين وبتبقى قرارة تتعون معاه عشان تحافظ على صمعة صدقتها وعشان كده قالت لي مير على مكان غلط للمذاكرات وبتروح جيس مع ديلين لقودة ايرن وبنعرف انهم رايحين مخصوصة عشان ديلين عايز يحرق كل مذاكراتها واسناء ما جيس بتقلب فيهم بتلاقي صورة بتصدمها فبتقرر تحتفظ بيها من غير متورية لحد وبعدها بيحرقوا باقي المذاكرات وبيمشي وبينروح لمارك وهو بيتماشى في الشارع وبنعرف ان السبب ترده من الكنيسة اللي فاتت تتعرف وكل الناس بقوا بيكرهوه وفجأة بيطلع عليه مجموعة شباب وبيضربوه فبيروح مارك للبيت ومنهار وفي الوقت ده بيقرر يصرح دان بالحقيقة وبنعرف ان ايرن اتصلت بيه من الحادثة ولما نزل عشان يقابلها لقاها منهارة فقرر ان يروحها لبيتها بعربيته وحط العجلة في شنطة العربية لكن فجأة جات لأيرن الرسالة ونزلت وثبته وبيقول مارك انه كان خاف الشرطة ما تصدقوش وده لانه اخر شخص شاف ايرن وكمان العجلة بتاعتها معاه وعشان كده رمى العجلة في البحيرة عشان محدش يدور معاه فبيوسيدان وبالرغم انه متعاطف معاه الا انه بيبلغ الشرطة بالعرفه فبيتقبض على مارك وبيتسجن وبنروح لميري اللي بتقرر تصالح كلين وبعدها بيروح لاتنين سوا عشان يقابله تام وبتكون تام جايبة بنت من اللي بيشتغلوا معاها وبتحكي لهم انها من فترة رجبت مع رجل عربيته فجأة بدأ يخنقها وكان عايزي اقتلها لكنها قدرت تضربه وهربت بسرعة وبتقول البنت ان عربيته كانت زرقه وانه كان بيستخدم نوع سجار معين وبتقول كمان انها حافظة جزء من رقم عربيته فبيبلغ كلين عن المواصفات اللي معاهم وبيلغوا سبع عربيات متابقة للمواصفات وبعدها بيبدأ الاتنين يحققوا مع صاحب العربيات دي وبنشوفهم وهم عندي تالت واحد ولي بيكون اسمه واين وبمجرد ما بتدخل مير للبيت وتطلب منه يوطي صوت الموسيقى وفي الوقت ده بيلاحظ كولين ان الرجل بيستخدم نفس نوع السجار اللي البنت قلت عليه فبيشك ان ده المجرم اللي هما بيدوروا عليه وبيقرروا انهم يتعاملوا بحذر ونفس الوقت بتكون كاتي وميسي محبوسين فوق وبتستغرب كاتي ان فيه صوت يفتحته ومع ذلك ما حاولش انه يكتفهم فبتقرر انها دي لهم اي اشارة وعشان كده بتفضل تهز في المواسير وبتلاحظ مير اللي بيحصل فبيتوتر واين جدا وبيقولهم ان المواسير بايزة مش اكتر وفي الوقت ده بيطلع كولين المسدس اللي معاه لكن واين بيكون اسرع منه وبيقتله فبتجري مير بسرعة للبادروم وبتشوف البنات هما وحبوسين هناك وبالرغم من ان مير بتتصاب في دراعها الا انها بتفضل تقاوم وبتبعت رسالة بسرعة الرئيسة في الشغل عشان يجي ينقذها وبيفضل واين يطاردها لحد ما بتنجح مير انها تضربه وبعدها بتفقد الوعي توصل الشرطة وبتحرر البنات وبياخدوا مير للمستشفى وفي الفترة دي بيفرح سكان المدينة برجوع البنتين وبكده تكون قضية ايرن هال وحيدة اللي لسه مفتوحة وبتفوق مير في المستشفى وبتبقى حزينة على فقدان كولين جدا وبتفضل تنوم نفسها على اللي حصل وبعد فترة بتخرج مير من المستشفى وبتوصلها لور للبيت وبتحكيلها ان جون رجع يخونها مع صندرا وانهم متخانقين وبنعرف ان جون قاعد دلوقتي مع والده واخوه وبعدها بنشوف بيلي اخو جون وبنعرف انه مش موافق على تصرفات اخوه ولا اخيانته لزوجته وبيفضل بيلي يتخانق مع اخوه وبيكون والدهم قاعد وشايف اللي بيحصل وبنروح لمير اللي قررت تزور والدة كولين عشان توسيها لكن والدة كولين بتحملها مسؤولية اللي حصل وبتضربها بالقلم وبنعرف انها حزينة على ابنها من يوم وفاته وهي عايشة لوحدها فبتدائي مير من نفسها اكتر وبترجع بيتها ويا منهارة وتاني يوم بيروح رئيسها عشان يزورها وبيقولها انه رجعها تمسك قضية ايرن من تاني وبالليل بنشوف ريتشارد هو بيزور مير في بيتها بعد ما عارف اللي حصل عن طريق التلفزيون فبتفرح مير بزيارته وبيقعد الاتنين سوا يتكلموا وبيستمر التحقيق في قضية ايرن وبتكتشف الشرطة ان اثار الروسسة اللي لقوها في شجرة خرجت من مسدس شرطي وبنعرف ان نوع المسدس قديم جدا وبطل يتصنع وفي الوقت ده بتوصل بريانة على الاسم وبتقولهم الحقيقة وهي ان ديلن ساب البيت وخرج يوم الحادثة فبتستدع الشرطة ديلن عشان تحقق معاه لكن ديلن بيفضل ينكر ومش بيوصلهم لحاجة وبعدها بتروح مير عند الدكتورة النفسية والاول مرة بتكون رايحة بارادتها مش بغصب من حد وبتقرر مير انها تتكلم عن يوم وفاة ابنها وبنعرف ان كلهم كانوا برا البيت وفي الفترة دي كيفن ما كانش عايش معاهم وكان كل ما يروح لهم البيت يبقى راح يسرق حاجة عشان يشتري مخدرات واليوم ده اتصل حد من الجيران على مير وبلغ ان كيفن دخل البيت لكن مير كانت مجغولة فكلمت سوبا عشان تروح تشوفه واللي بمجرد ما وصلت على البيت لقيته فتح سقف البيت وعلق حبل هناك وانتحر فرجعت مير للبيت ويا منهارة وفضلت مسكة ابنها لحد ما بتيجي الاسعاف وبتاخده منها وبتقول مير انها من اليوم ده ما تكلمتش عن الموضوع ولا حتى قادرة تطلع لسقف البيت من تاني عشان ما تفتكرش اللي حصل وبمجرد ما بتخرج مير من عند الدكتورة بيجي لها اتصل من بيث بتبلغها انها مش عارفة توصل لفريدي اخوها من 3 ايام فبتروح مير على بيته وبتكتشف انه مات بجرعة مخدرات زيادة وبالصدفة بتشوف مير عنده تشيرت عليه نفس التاريخ اللي على سلسلة ايرن فبتاخده وبتجري على كيني عشان تسأله عليه وبيقول كيني ان ده تشيرت ايرن فعلا وانه تبرع بكل لبسها لما ماتت وفريدي واحد من الناس اللي كانوا محتاجين الهدوم دي وبنعرف ان التشيرت ده خاص بالتجمع العائلي اللي عملوه بعد وفاة والدة ايرن وبعدها بنشوف مير وهي واخدة دروه عند والدته وبتبقى اخيرا قدرت تديلها فرصة وتسمح لها تشوف ابنها فبتصهر مير على لابتوب بتاعها بتفضل تقلب في صور التجمع العائلي يمكن توصل لحاجة وبنروح لجونه واقعد مع والده وبيعترف لوالده ان يوم خطوبة فرانكي شاف بيلي هو راجع البيت متأخر وهدومه مليانة دم فبيشوك الاتنين ان بيلي هو اللي قتل ايرن فبيواجه جون اخوه باللي عارفه وبنلاحظ ان بيلي مش بنكر اي حاجة وبيعرف جون انه هيخسر اخوه للأبد فبيقرر لاتنين انهم يروحوا يصطادوا سوى لاخر مرة قبل ما الشرطة تكتشف الحقيقة وفي الوقت ده بتعرف مير عن طريق محل المجوهرات ان اللي اشترى السلسلة دي هو حد من الاتنين يا اما جون او بيلي وده لان الفاتورة مكتوبة باسم والدهم فبتبلغ مير مديرها باللي عرفته وبالرغم من انه بيبلغها ما تتصرفش من غيره الا انها مش بتسمع الكلام وبتقرر تروح لهم على الكوخ اللي بيعودوا فيه وفي نفس الوقت بتكون جيس راحت للإسم وقررت تحكيلهم عن الصورة اللي لقيتها وبنعرف ان الصورة دي هي صورة ليرن وجنبها جون ومع السرير وفي الوقت ده بتكون مير وصلت عند الاخين وبتشوف جون وهو رفع على اخو السلاح وبمجرد ما بيشوفها جون قدامه بيحاول انه يقتل نفسه لكن مير بتدخل في الوقت المناسب وبتمنعه وبتقبض عليه بسرعة قبل ما يغرب وبعدها بتبدأ الشرطة تحقيقها مع جون وبيحكي لهم انه كان على علاقة بيرن من وقت التجامع العائلي وبنعرف ان دي جيب ابنه وانه طلب منها تنزل الطفل لكنها رفضت وقررت تحتفظ به وبيكمل جون كلامه بيقول ان ايرن اتصلت بيهم حفلة الخطوبة وهددته انه لو ما رحش قابلها هتحكي عن كل اللي بينهم لمراته ولما رح لقى معه مسدس وكانت منهارة فقرب منها عشان ياخد المسدس لكنه قتلع بالغلط وبعدها استعان جون بخو بيلي عشان يلقى مع الجسة للغابة بعدما قرروا انهم يسيبوها هناك عشان الشرطة تشك ان القاتل هو احد من الشباب اللي كان صاران هناك اليوم ده في القضية وبيروح جون للسجن وبينشوفوا بعدها وهو واقف مع لور وبيترجعها تتبنى دي جيه وتربيه مع ولادهم فبتوافق لور وبتاخد الطفل بسرعة عند الدكتور عشان تعملوا العملية اللي محتاجها في اسرع وقت وبعدها بنشوف مير وهي راح تزور مارك في السجن وبتطمنوا مير انهم لقوا القاتل وانه هيخرج قريب وبعد فترة بنشوف مير وفرانكو هم عند المحامي وبيستعدوا لقضية التبني لكن كاري بتفاجئهم ومش بتحضر الجلسة واسناء ما هم قاعدين بتتصل كاري على تليفون مير وبتطلب منها تنزل تحت تتكلم معيها وتقولها كاري انها رجعت للمخدرات من تاني وعشان كده خافوا على الطفل منها وقراروا تسيبهو لهم فبتوسيها مير وبتشجعها ترجع تتعالج عشان تقدر تشوف ابنها من تاني لكن بتلاحظ ان مير مبسوطة انها اخيرا تقدر تعيش مع حفيدها من غير ما حد ياخدوا منها وبعدها بتخرج ليلة عشان تحتفل والاول مرة بيجيبوا سيرة كيفن وبيخرج كل واحد فيهم اللي جواه فبتنهار مير وبتروح الحمام عشان تعيط وهناك بتقابلها سندرا الست اللي كانت على العلاقة بجون وبتتكلم مير وبتعرف انها قطعت علاقتها بجون من زمان وانهم حتى مش بيشوفوا بعض فبتستغرب مير جدا وده لان راين قالهم ان جون رجع يخون لور مع سندرا فبتستنتج مير ان في حاجة غلط خصوصا لما بتلاحظ ان جون ما ذكرش في التحقيق ان المسدس اللي استعمله كان مسدس ضابط وعشان كده مير بتخمن انه كان بيحاول يدري على حاجة وفي يوم بيجي المير اتصال من كارول ولما بتروح عشان تقابله بيقولها انه لاحظ حاجة غريبة وهي انه من فترة كان ساب المسدس بتاعه في الكوخ وفي يوم لقى اختفى لكن تاني يوم لقى رجع مكانه تاني وبنعرف ان كارول كان محقق زمان وان المسدس اللي بيتكلم عنه هو مسدس خاص بالشرطيين وبنعرف كمان انه لقى رصاصتين نقصين منه وبيقول كارول ان محدش بيدخل الكوخ غيره هو الطفل راين وده لانه بيشتعل عنده في الصيف وبيجي يساعده في شغل الجنينة فبتجري مير على الكاميرات اللي في البيت وعن طريق تسجيلات يوم الحادثة بتشوف راين هو بيت سحب للكوخ في نص الليل وبيسرق المسدس فبتروح مير على النادي اللي بيلعب راين فيه وبمجرد ما بيشوفها بيجرى على بيته وهو مرعوب لكن مير بتفضل تطرده وبتاخده من حضنه لور وهي متأثرة وبيبدأ التحقيق وبتكون لور حضرة وده لان راين ما وصلش للسن القانوني وبيعترف لهم راين على كل حاجة وبيقولوا انه عارف مؤخرا بعلاقة والده بإيرن وكان خاف ان والده والدته ينفصل وزي ما عملوا بعد خيانته ليها مع صندرة وعشان كده اتفق مع والده انه مش يقول لحد بشرط انه يقطع علاقته مع إيرن وفعلا بينهي جون علاقته مع إيرن لكنها بتفضل تطرده وبتتصل بيوم الخطوبة وبتتخانق معاه وبيكون راين شايف اللي بيحصل فبيسرق تليفون والده وبيبعت منه رسالة بيقولها فيها انه هيقبلها بعد شوية وبعدها بيسرق المسدس وبيروح لها على هناك وبيقول راين انه كان عايز يخوفها مش اكتر عشان تبعد عن عيلته لكن إيرن بمجرد ما بتوصل على هناك وبتشوف المسدس توطرت فمسكت ايده عشان تاخد من المسدس لكن بالغلط تلعت رصصة وقتلتها وبيكمل راين كلامه وبيقول انه ترعب وخاف يرمي المسدس في الأرض لحسن حد يشوفه وعشان كده قرر يرجعه الكخ بسرعة وبعدها كلم والده وحكاله اللي حصل وبنعرف ان جون وبيلي هما اللي حركوا الجثة وودوا الغابة وبيبقى هما الاثنين كل واحد كان بيجذب عشان يدرعى الطفل وكمان لورة عرفت كل حاجة مؤخرا لكنها قررت ما تتكلمش عشان خايف على ابنها وفي الآخر بينهار راين وبيقولوا انه ما كانش قصد ان اي حاجة من دي تحصل وبعدها بتاخد الشرطة راين عشان يروح الأحداث وبنشوف ميرو هي راحة توسي لور صدقتها بعد كل اللي شافته لكن لور بتنهار وبتلومها انها بوزط لها حياتها وبيعدي 8 شهور وبنعرف ان طول الوقت ده لور بتبقى متضايقة ورفضة تتكلم مع مير لكن في يوم بتقرر مير تزورها في البيت وفي الوقت ده بتنهار لور لما بتفكر اللي حصل لها لكنها في الاخر بتسمحها وبيتصلحه وبعد فترة بنشوف صوبان وهي بتودى عائلتها بعد ما قدرت اخيرا تشوف حياتها وهي قررت انها تروح تدرس في جامعة احلامها واللي بتكون في ولاية تانية وفي الفترة دي بتعيش مير مع حفيدها بعد ما قررت تاخد اجازة من شغلها وفي يوم بتروح تفتح باب اللي بيود للسطح بعد ما قررت انها تواجه الماضي وتتعامل مع موت ابنها الاول مرة بعد 3 سنين الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكارتون سلام